أعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بوريكي واحدة من الشغلات اللي ويد ويد تعت فيها لما حولت من بين كاميرا كانون كروب سنسور لي سوني فول فريم سنسور هي العدسات وعندي عدسات كانت جدا ممتازة لما كنت قاعد أستخدم الكانون وكنت أتمنى أن أستخدمها مع السوني بس ما رح تعطيني نفس الأداء وهذه العدسات كانت من شركة سيقما بعدين سيقما قالت ليش ما أنا ألبي طلب أحمد وسوي شغلة ويد ممتازة خصيصا حق أحمد ونزلها وهذا اللي صار سووا الامسي أدابتر أو كنفيرتر من شركة سيقما حق كانون EF ليس سوني E-mount وهذه رح تكون أكيد مقدمة من ربعنا وحبايبنا عالم AAB مشكورين مرة ثانية وهذه رح تكون متوفرة عندهم تحت الرابط لتفاصيل أكثر والطلب الشراء رح تكون متوفرة عندهم ويوصلون عندنا بعالم العربي فهذه الأدابتر رح تشتغله بشكل جدا ممتاز مع عدسات سيقما اللي المفوض كانت تشتغل على الكاميرات مالوت كانون فهني التحويل رح يكون مثل ما قلت لكم من سكان EF ليس سوني E-mount فهذا الشي وائد وائد حلو والشغلة الثانية اللي رح يتحول هي إذا كانت إيها كروبت رح تتحول لي فول فريم شون هذا الشيء؟ هذا الفنكشن اللي موجود بكاميرات سوني الفول فريم تقدر أن تتخليها أن إيها بدلة تكون فول فريم تصير APC ليها رح تكون كروبت علشان تمشي مع العدسة اللي أنت رح تركبها عليها النقطة الثانية لما أنت تتركب أي عدسة رح تكون سبورتد مع الأدابتر رح يكون في عندنا هنا LED Lightship لون الأخضر يقول لك أن هذه العدسة رح تكون فولي كومباتر بالمع السوفتوري الموجود الأدابتر ويحول لك الكاميرا أن أي تأخذ الفنكشن الكامل الموجود على العدسة وتستخدمها كأن العدسة أصلا صنعت حق كاميرات السوني فهذا بحد ذاته رح يعطيك إنجاز جدا ممتاز عندي هنا الآن السيجما الـ 24-35 اللي أرادية سويت لكم من عليها مراجعة فل فريم هذي فرح تشتغل بشكل جدا ممتاز مع الكمبرتر بس لأنها هي EF كنت تحتاج كنبرتر أحين أقدر أركبها على E-Mount ورح تشتغل بالكامل كأن هذه العدسة صنعت حق السوني A7 وعندنا هنا عدسة ثانية هي السيجما الـ 18-35 اللي أنا كنت وايد وايد استخدمها بكل فيديوهاتي وكامت العدسة مفضلة صراحة أبو البتيس 25-2 خلاص ماك بشي فالحين عندنا هنا السيجما الـ 18-35 F1.8 هم نفسي شيء بس هذه العدسة مصنوعة حق الكروب سنسور فأنت هم تقدر تعدل على الكاميرا أنها تستغل الكروب سنسور كأنه هو في الفريم ومعندك أي مشكلة مع الأدابتر ورح ياخذ الريدنج بس هذا مو معناته أن كل العدسات السيجما اللي سووها حق كانون رح تشتغل على السوني A7 لأن عندي هم عدسة ثانية هنا السيجما 105 F2.8 ماكرو ما رح تشتغل للأسف لأنه نوعا ما هي رح تكون هذي أقدم أو السوفتور اللي فيها حتى لما تسوي لها أبديت ما رح يدعم الـ M-C أدابتر وأنا من خذت الـ M-C أدابتر صراحة نزل لها تحديثين للحين علشان تدعم عدسات أكثر وفي لستة حق العدسات إن شاء الله رح يتلكم ياها هم تحت علشان تعرف أي عدسة اللي موجودة عندك أنت حاليا إذا أنت بتحولها حق السوني A7 فربي استجاب دعوتي أنا واستجاب دعوة سلطان قحطاني لو يذكر بالخير وصلاة حامد كلنا كنا نريد عدسات السيجما تركب على السوني والحين إحنا ثلاثتنا لأننا نستخدم سوني فالحين نقدر نركب عدسات السيجما على السوني وفي لستة صراحة ويد طويلة من اللي رح تكون من العدسات اللي رح تدعمها الـ M-C كنفيرتر بس ناحية التصوير رح تلاحظ أنه A7 تعطيك الفول فونكشنالتي اللي أنت تحتاجه من الـ Stills أنا أشوف أنه الشخص رح يستفيد منها أكثر لأنه إذا أنت كنت بتصور الـ Stills رح تعطيك Auto Focus الـ Auto Focus رح يشتغل هذي مو متابان هذي من شركة سيجما ورح تخلي السوفتوير إن موجود العدسة يتفاعل مع السوفتوير الموجود أنت عندك على الكاميرا فالـ Auto Focus رح يكون شغال والـ Auto Focus سريع مو ويد بطيء ولا ويد ويد سريع بس يعطيك Auto Focus جدا ممتاز وهذا أكثر من اللي نقوله من متابان الثانيين لأن المتابان الثانيين الثانيين إذا كنت ممكن تحصل Auto Focus بالشكل أنت رح تحصله بالـ MC Adapter من شركة سيجما وهذا الشيء بحد ذاته رح يخلي التصوير يكون ويد أسل وسلس إذا أنت كنت ما تقدر تستغني عن الـ Auto Focus بس من ناحية الفيديو هم الـ Auto Focus يكون شغال بس تضبط الكاميرا تكون على الـ Auto وما تخليها على المانيول وهما إذا أنت بتخلي الكاميرا على المانيول وتخلي العدسة على الـ Auto Focus الـ Auto Focus رح يتم يشتغل فأنا أشوف أن هذه صراحة هي الأفضل سلوشن أو أفضل حل حق مشكلة الناس اللي تريد تركب عدسات مثلا Sigma مالوت Canon وتركبها على السوني لأنه ما لهم صراحة عدسات Sony ويد غالية أغلى من عدسات Canon وجودة Sigma هم ممتازة يعني ما فيها أشكال وتركبها أنت على السوني رح يكون عندك كومبينيشن جدا خطير نفسي موجود مثلا إذا أنا أشوفها الحين يمكن أجدر كومبينيشن 24-35F2.0 مع السيجما كنفيرتر MC تركبها على السوني A7S2 أو السوني A7R2 رح يعطيك أداء جدا ممتاز فيزاكم الله خير عالم AAB على التوفير المسي كنفيرتر صراحة من أفضل الشغلات اللي أنا كنت ويد ناطره قاعدة إحنا عليها أبو عمري أنطر أنا أبي تيلي لأن أنا كنت ويد ويد متلهف لها وأستخدمها واستعرض لكم إياها هنا في الفيديو فهذه شغلة جدا ممتازة ومشكوري مرتان عالم AAB على توفيرها تحت كل التفاصيل إذا كنت بتطلبها وتتوفر صراحة من ناحية الطلب لعالم العربي فبس سلامتكم تعيشون سلامنا على طالب الكسور أحمد فعركي فمو الله كريم